أهلا بكم أبطالنا الغليين وتحدي جديد التحدي السادس من رحلتنا ومن مسابقة الصيف صيف لذيذ من غير قلبيز إن شاء الله على الجميع قبل ما نبدأ شرح النظام وقبل ما نبدأ شرح التحدي فحابب بس أفكرك ونبهت لحاجة مهمة جدا ناس كتير للأسف الشديد ما بتفطرش بدري ناس كتير بتضيع الفرصة بتاعة الفطار بدري عارف يعني إيه تفطر بدري زي بالزبط كده اللي بيقوم يشتغل من الصبح بيشتغل كل لما اشتغلت من بدري كل لما الحرق بتاعك كان أفضل كل لما حرقت أسرع ويمكن دي التركة اللي لازم تاخد بالك منها الفرق بينك وبين الناس اللي بتخس أسرع الفرق بينك وبين الناس اللي خاسي الدهون أكتر الناس دي بتفطر بدري صدقني كل لما تنام بدري وتصحى بدري هيفرق معاك لو أنت بتسألني إزاي تخس بشكل كويس وإزاي أو أكتر حاجات أو من أكتر الحاجات اللي هتفرق معاك هو الاستيقاظ مبكرا كل لما صحقت بدري وفطرت بدري يعني أنت بتدي أردر وبتدي بتدوس على زرار كده اللي ستارت بتاع الجسم ابدأ يلا حرق الدهون معاك وهكذا كل لما هتفطر بدري كل لما هتدي طاقة للجسم كل لما هتلاقي نفسك بتتحرك كل لما هتلاقي نفسك بقيت نشيط هتلاقي هرموناتك مظبوطة هتلاقي الحرق بتاعك مظبوط هتلاقي أن انت طبقت القرآن الكريم وجعلنا الليلة نباسة وجعلنا النهارة معاشة فانت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وربنا سبحانه وتعالى هو أعلم دنا فلو طبقت ده فعلا هتلاقي الدنيا زبطت معاك 180 درجة فنصحت النهاردة قبل مبدأ شرح التحدي السادس افطر بدري تخس أصرخ تخس كل دهونك هتلاقي أن الوقت اللي انت بتخس فيه أقلب كتير جدا جدا من أي حد ممكن يصحى متأخر أو ينسى يفطر أو هكذا هتقول لي طب انا بقى ما بعرفش أصحى بدري يا باش مهندس كده معنى كده ان انا مش أخس انا بقولك لو انت عايز تخس أصرخ لو انت عايز تبقى أفضل لكن هل ده معناه ان انا طالما ما بصحاش بدري يبقى انا كده مش أخس لا هتخس لكن دايما اللي بيجتهد أكتر واللي بيشتغل على نفسه أكتر بيخس أصرخ زي بالظبط كده اللي مثلا يعني اقولك اشرب مية تقول لي لا سأنا المية قليل أولا ما باشربها مشربتش مية معنى كده بتضر جسمك شربت مية يبقى انت كده تمام طب انا باشرب مية متوسط لو انا شربت مية بزيادة بقى يعني زيادة يعني مش زيادة لدرجة اللي انا جيدة سامو مائي لا زيادة يعني اللي هو ايه أفضل وأحسن تمانية لقنشر كوب على مدار اليوم وهتم قوي كلت الخضار بتاعي التزمت بالنظام أكتر وأكتر أخصه أسرع كلما كنت شاطر ومكتهد مع جسمك هتخصه أسرع ان شاء الله اهلا بيكم والتحدي السادس اللي انت لو هتشارك معنا فيه اقول أجل قبلت هذا التحدي ولو نسيت تشترك في قناتنا لو نفسك تخص اشترك بطل وصفحتنا على الفيسبوك ويلا بينا نروح نشوف شرح التحدي السادس يلا يا ابطالما بقى نشوف التحدي السادس وأنظمة التحدي السادس واتفقنا نظام جميع الأوزان اللي هنبدأ به ده نظام مناسب للناس لجميع الأوزان سن فوق ستاشر سنة وبنبدأ بقى يعني بنمشي على النظام لمدة يومين يعني النظام ده هنمشي عليه يوم السابت والحد النظام ده يوم الاتنين والتلات نظام ده يوم الاربع والخميس والنظام ده ليوم الجمعة تعالي نشوف نظام يوم السابت والحد اللي هي نظام جميع الأوزان من التحدي السادس هنلاقي عندنا اربع اختيارات لتنشيط الحر حاجة كده خفيفة في الصباح الفطار بدون نشويات الغداء والعشها بدون نشويات اذا الفطار عندنا هيكون بروتين وخضار فقط الغداء بروتين وخضار فقط والعشها بروتين وخضار فقط مفيش نشويات في هذا اليوم ولكن فيه صمر تفكه من ضمن الوجبات الخفيفة تقدر ان انت تاخدها في اي وقت خلال اليوم مع باقي الوجبات الخفيفة اللي بتوزعها على مدار اليوم تعالي بقى يوم الاتنين والتلات يوم الاتنين والتلات عندنا تنشيط الحر اربع اختيارات الفطار هيكون فيه كمية النشوات كاملة مع البروتين والخضار أما الغداء هيكون فيه بروتين عادي خفيف مع بروتين نباتي يعني تختار البروتين اللي انت عايزه عايز تاخد بروتين نباتي في اليوم ده عطس فصوليا حمص اللي انت عايزه أو فول مثلا أو تاخد سمك أو صدور دجاج أو سردين زي ما انت عايز ده أو ده لكن ما ينفعش ناخد من ده على ده يعني ما ينفعش النوع في البروتين في الوجبة الوحدة ما ينفعش ناخد حتة صدور دجاج مع سردين مثلا هيصلك انتفاخ وهيصلك عصر قضل ومش هيترايح معدتك واحنا عايزين نحسن من اداء الجسم لابعد درجة مع الخضار طبعا العشاء ممنوع في النشويات والوجبات الخفيفة هنلاقي عندنا ثمرت فاكهة مع باقي الوجبات الخفيفة الخاصة بنظام جميع الاوزان نظام يوم الاربع والخميس زي ما نشايفين كده اربع اختيارات لتنشيط الحرب الفطار هنلاقي نص كمية النشويات مع البروتين والخضار الغداء نص كمية النشويات مع البروتين والخضار والعشاء هيكون بدون نشويات تماما يعني يوم متدلع قوي او يومين متدلعين في نهاية الاسبوع وطبعا عندنا يوم الجمعة هيكون يوم مفتوح تعالى بقى لنظام المرضعات مش هاختلف كتير بعض التعديلات بسيطة في الوجبات الخفيفة هنلاقي عندنا الفطار في نص كمية النشويات مع البروتين والخضار الغداء والعشاء بدون النشويات ووجبات خفيفة زي ما نشايفين في اضافة لاتنين حبة متوسطة من البطاطس او حبة كاملة مية وخمسين جرام ويوم الاتنين والتلات نفس الكلام كمية النشويات في الفطار كاملة البروتين والخضار في الغدا منها البروتين النباتي والعشاء بدون النشويات والوجبات الخفيفة الخاصة بالمرضعات تعالى بقى اليوم الاربع والخميس يوم الاربع والخميس زي ما احنا متفقين كده هيكون عندنا الفطار بتاعنا في نشويات نص كمية النشويات الغدا في نص كمية النشويات مع البروتين والخضار والعشاء بدون النشويات يوم الجمعة يكون يوم مفتوح نظام الاشبال والتحدي السادس نفس الكلام ده يوم السبت والحد وده يوم الاتنين والتلات وده يوم الاربع والخميس وده يوم الجمعة للاشبال تعالى نظام الاطفال زي ما نشايفين كده ده نظام الاطفال فطار غدا عشا فطار فينا شويات الغدا فينا شويات الاتنين والتلات نفس الكلام فطار فينا شويات غدا فينا شويات اكتر عشا فينا شويات برضو الاربع والخميس زي ما تشايفين كده يعني النظام متدلع قوي ده يوم الجمعة للاطفال وكده نكون مرينا وشرحنا شرح سريع للتحدي السادس تحياتي ليكم يا ابطالنا الغليين يمكن التعليمات من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تكون عارفها بشكل كويس جدا تاخد فكرة عنها تعليمات بترد على اسئلة كتير بتدور جوة ذهنك وطبعا دول عشر حاجات او عشر نقط لو انت وقفت عليهم كده انت حطيت ايدك على سر التغيير اللي الناس بتسألني تقول لي انت ازاي حفزت على صحيتك ازاي خسيت ازاي حفزت على رشقتك فترة طويلة الكلام ده كله الميا يا شباب اول حاجة النوم الكويس الالتزام بالنظام الغدائي لزود ولا لقص الميا الفترة على الريق لو انت عندك امساك فترة يعني ايه دافية مش سخنة سخنة تتعبك دافية تفيدك الرياضة الماشي ده رائع وفظيع معالقة الزيت زتون الخضروات مهمة جدا جدا ان انت لو انت حسيت ان انت جعان في اي وقت قوم اشرب شربة خضار بدل متعك الابتعاد عن الميزان انساخ خالص خالص يعني في اول مسابقة او اخر مسابقة بس تناول مغل البقدونس لو انت عندك احتباس سوائل او منقوع يعني اللي هو اه اه تنقع البقدونس ويتشربه تاني يوم دي معلومات هتفيدك مهمة جدا جدا لو يعني اختارنا منها بعض الاختيارات العسل مهم قوي ولو انت عندك اه ما عندكش عسل تغيره بتلات تمرات ورياضة الماشي اه هتحسن من نفسها بتاعتك تكلمنا عنها اه برضو كتير الالتزامات بالوجبات المفتوحة في موعدها دولنا المبالغة فيها اه عدم القدرة على الالتزام باليوم المفتوح تصوم يوم السبت هيزبط معاك الشهية صوم لله يعني يوم اه ما تقسش وزنك بعد اليوم المفتوح لان هيبقى عندك زيادة وزن وهمية ما تشتغلش نفسك علشان خاطر ما تتعبش نفسك يعني ولو انت عايز تتخلص من السوائل اشرب مية بشكل منتظم وكمان تقدر تاخد مغل البقدونس حاجات كتيرة جدا تقدر ان انت تقرأها مهمة معلومات مهمة جدا دي يعني ست حاجات لو انت عملتهم انت برضو يعني هتخس بشكل اسرع المية النوم ده ملخص يعني التعليمات اه تحافز على جسمك من امساك اه ان انت تخلي فيه يوم مفتوح في النظام الحركة الالتزام بالنظام غذائي متوازن مش نظام قاسي لو عملت الست حاجات دول هتلاقي مفيش ولا حاجة فيهم عطلة وكلهم مرتبطين ببعض يعني انا لو شربت مية هلاقي نفسي ان انا جسمي بقى كويس هعرف انام كويس هلاقي ما عنديش امساك هلاقي ان انا اه في اليوم المفتوح هبقى مبسوط وبالتالي هتلاقي عندي طاقة هلعب رياضة هلتزم بالنظام اكتر هتلاقي كل دي سايكل كده لو انت مشيت عليه هتلاقي الدنيا زبطت معاك ده طبعا يعني زي ما بقول كده ده حاجة كده استرشادية يعني لو ناس قالتلي ازاي امشي على النظام خلال اليوم من اول الصباح من اول ساعة خمسة ونص الصبح تمام كده لغاية الساعة احداشر بالليل ازاي تمشي على النظام ده جدول تقييم تطبع وتحطه على التلاجة كده وكل اسبوع تقيم نفسك فطرت كويس اه ادي لنفسك النقاط بتاعتك بيوم السبت الغدى اتغديت كويس اه العشة تمام المية اه امورسة رياضة خدت درجة من عشرة اجمع بقى عندي سبعين درجة شوف انا جبت كم من سبعين في نهاية الاسبوع شيء مشجع ليك طبعا دي ازاي تدير اليوم المفتوح بنظام الصعرات الحرارية الناس تقولك انا مش عايز ااخد اه وجبتين مفتوحين في اليوم المفتوح طب انا عايز ااخد اكل على مدار اليوم ادي عندك اختيارات ممكن بقى تشوف وجبة الفطار دي تخليها ربعين في المية من الصعرات الحرارية بتاعتك تلاتين في المية خمسين في المية ستين في المية اللي انت عايزه العب في سعراتك الحرارية زي ما انت حابب. ده جدول بيبين لك سعرات الحرارية المتوسط سعرات الحرارية آآ بناء على النوع وكمان العمر. يعني زي ما انت شايف كده مسلا لو انا زي حاليتي عندك اربعين سنة مسلا فانت من واحد تلاتين لخمسين. طيب انا بتحرك ولا يعني آآ بدون نشاط ما بعملش حاجة قاعد ماسك الرموت كده وبقلب على التلفزيون. ولا آآ بتحرك برضو بروح الشغل وباجي من الشغل والكلام ده كله ولا نشيط قوي وبعمل حركة كتير. هلاقي ان انا سعراتي بتتراوح من الف وتمنمية لالفين ومتين سعر حرارية. تعال بقى نروح لي. ده يعني برضو ازاي توزع او ازاي ان انت تاخد السعرات الحرارية بتاعتك وتحولها آآ نسب من الكاربوهدريتز والبروتين والدهون. طبعا سبقوا شخطها قبل كده. حاول انت تشوفها. ده نظام المرضعات. وجداولها. وده نظام الاشبال. ودي الكلمات الدلالية للنظام باللهجات العربية. يعني كتير من الناس من متابعين طبعا من اخواننا في المغرب والجزائر والشام. بيسألوا. يعني احنا مش فاهمين بعض الحاجات المصطلحات. فعملنا ايه? رحنا عملنا لك المصطلحات اللي عندنا. وقلنا لك يعادلها ايه? زي الجبنة القريش. وزي الحليب الخلي الدسم. والزباد الخلي الدسم. واللبنة. والجبنة البيضة. البيض المسلوق. والاملات والدجاج والسمك. يعادلوا ايه باللهجات التانية? وهكزا. فيعني برضو حرصا مننا ان احنا ما نخليش حد يفوتوا اي حاجة. دي قائمة الفواكه اللي انا كنت بتكلم عنها قبل كده. بقولك ان انت عندك قائمة فواكه زي ما انت شايف كده. ايه الفواكه? هي بالالوان وبالاشكال تحس ان احنا مسلا ايه? رجعنا ابتدائي تاني. الجوافة الخوخ الفراولة الكانتالوب بالتفاح الاناناس اليوسفي وهكذا. شوف الحاجات دي. كميات قد ايه? ما يعادلها من ثمرت فاكهة قد ايه? والملاحظات اقراها. ودي الممنوعات. ودي بدائل الخضروات. قد ايه? ودي بدائل النشويات. الناس اللي بتسأل. عندنا نشويات قد ايه? طب البديل ايه? طب انا ما عنديش ايه? طب انا ممكن ابدل بايه? كل ده موجود. دي بدائل البروتين. قد ايه بروتين? اخد من ده قد ايه? بس كل حاجة موجودة. المشروبات. الممنوعات الدايمة الكارثة. لسببت لنا مشاكل كتير. الممنوعات المؤقتة اللي احنا بنوقفها بشكل مؤقت بس كده في ايام الدايت لكن في النوم المفتوح ناخد منها مفيش مشكلة. وصلت لنهاية الفيديو يعني انت بتحبيني او من قلبك. فلو انت بقى وصلت لنهاية الفيديو اكتب لي في التعليقات عشان انا ادي لك قلب من قلبي ان شاء الله. وكمان بشكر كل الناس اللي بتدعمنا على باتريون. وكمان انتسبت للقناة لو نفسك خس فانتم شركاء في هذا الخير. وتحياتي لكل الناس اللي بتكتب لنا في التعليقات. بشوف تعليقاتكم. بشوف دعواتكم. جزاكم الله خيرا ولكم بالمثل ان شاء الله. تحياتي لكم. وانتقل في تحدي جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.